إنها أطلال مدرسة في مخيم للنازحين وسط كاركوك خيمة ممزقة ما زالت تحوي آمال وأمنيات هؤلاء الطلاب الذين يتمسكون بخيط لعلوا يفتح لهم نافذة على مستقبل ملامحه مجهولة هذه المدرسة التي تمزقت خيامها نتيجة الأمطار والرياح العالية لا يعرف القائمون عليها كيف سيتم تجهيز الطلبة بالقرطاسية والكتب ومن سيقوم بذلك نحن مقبلين على سنة دراسية جديدة إن شاء الله والآن تجري الامتحانات الدور الثاني ولكن حالنا يرثى عليها يعني حال ما أدري شونا عبره يعني يرثى لها بالضبط يعني وانتوا لاحظوا الخيم الموجودة لأن صفوفنا عبارة عن خيم وهذه الخيم يعني مستحيلة أن تسير الدراسة بها في هذه السنة الجديدة ونحن نناشد الحكومة المركزية ووزارة التربية أن ينظروا بحالنا النازحون الترغمان شكوا من الأوضاع التي يعيشونها في ظل إهمال حكومي حيث انتقدوا دائرة الصحة لأنها لا تعطيهم سوى الإرشادات للتصدي لوباء الكوليرا دون القضايا على المسببات فيما مياه الآبار التي يشربون منها غير صالحة لا للشرب ولا لأي استخدام آخر نخلي يجون كادر طبي على المخيم يساون إجراءات وفحوصات يعلمون على شكل فعلي ليس بس يوزعون أوراق كل أحد يسيطر على أطفال والساعدة والله ما حالي يقدر التعالي قال ما حالي قال يلعبون بالواحي يلعبون بالمجال يلعبون بالطين يلعبون بالشي اسمه ما ما نقدر نسيطر عليهم دلما ينطينا كل عشرين نتن خلي بيحب هذا هذا الحب كل عشرين نتن خلي بيحب لأن عدنا أبار التوازي هنا عدنا ثلاثة المجموعة التركمانية أشارت إلى أنها لم تعد قادرة على إدارة المخيم حيث لم تستلم من الحكومة المركزية أي مساعدات فيما منحت الإدارة المحلية مساعدات مالية لحفر الآبار لهم لا يوجد هناك أي دعم من الحكومة الاتحادية لحد يوم من هذا المخيم هناك أكثر من ثلاثة آلاف شخص يسكن المخيم حاليا لا يوجد لديهم مستشفى لا يوجد لديهم مدارس يريق بالمواطن أو الإنسان النازح مشاكل كثيرة يعاني بها المخيم حاليا نتمنى من الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية والحكومة المحلية إيجاد حل لإدارة هذه المخيم سوران الدودي الحرة كاركوب